اهلا و سهلا بحضراتكم مرء اخرى عزائي المشاهدين النهاردة كان في اجتماع لمجلس ادارة النادي القلي خلال نروح سريعا جدا لقرارات مجلس ادارة النادي القلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي اعقد اجتماع المجلس في فرع النادي بمدينة نصر لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطعات النادي المختلفة خلال الجلسة استعرض المجلس الزيارة اللي قام بها الكابتن محمود رئيس النادي الى معالي الاستاذ الدكتور عاصب الجزار وزير الاسكان حيث وجه مجلس الادارة الشكر والتقدير الى معالي الوزير بعد اعتماده اضافة مسجد وحمام سباحة جديدين الى المخطط العام لانشاءات فرع النادي بالشيخ زايد كما تم التصديق من خلال المجلس على تعيين عميد احمد النحاس مدير الفرع النادي بالتجمع الخامس كذلك قرر المجلس تعيين العقيد او العميد محمود حزين مديرا لفرع النادي بمدينة نصر وقائما بأعمال مدينة الامن لحين تعيين مديرا لامن فرع مدينة نصر وقرر كذلك المجلس تجديد ثقة في السيدين خالد مرسي مديرا لمقار النادي بالجزيرة واللواء خالد عبد الرحمن مديرا لفرع النادي بالشيخ زايد كما قرر المجلس تكليف عمر ممدوح قائما بأعمال مدير مجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر واعتبر المجلس الجلسة ممتدة نظرا لتواجه كابتن محمود ومجلس الإدارة لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له الأستاذ رجاء يعطية نقيب المحامين والفقيه القانوني الكبير وطبعا هنوالي حضراتكم إيه اللي حيحصل خلال الأيام القادمة في مجلس الإدارة ترجمة نانسي قنقر